أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح قبل ما أبتدأ في هذه الحلقة الهامة بحب في البداية أعزي أحبائنا في الجزائر الجزائر عم بمروا في ظروف صعبة أكيد عم بتشاهدوا الأخبار في حرائق كثيرة في الجزائر أكثر من خمسين حريق وطبعا هذا الأمر مزعج للغاية خسارات في يعني مش بس في الأماكن وفي الأخشاب وفي المعدات والبيوت كمان خسارة في الأرواح ربنا يشددكو وربنا يعزيكو وإحنا منصلي أنه الله فعلا يوقف هذه الحرائق حبيت في البداية أقول أنه أنتو في فكرنا وفي محبتنا وكمان في صلواتنا بصلي أنه الله يدخل يبارك شعب الجزائر ويبارك كل الناس في الجزائر ويحميكو من هذه الحرائق وبصلي أنه الله فعلا يفتح السماء لمعونتكم ويسدد كل احتياج في حياتكم وعلى فكر أنا بصلي كمان أنه مجد الله ومحبته اتعم كل بلادنا العربية وشمال أفريقيا خلينا نصلي يا رب إحنا منرفع شعب الجزائر بين إديك أنت بتحب هذا البلد وإنت يا رب إلك مخطط رائع لحياة هذا البلد وإنت أكيد عندك هدف من وراء كل شيء إحنا منصلي أنك تحول كل الأمور للخير وأنك تبارك الشعب هناك وتبارك الحكومة وتبارك يا رب عمل إديك منصلي يا رب أنه فعلا تعطي حكمي في كيفية التعامل مع هذه الحرائق الكثيرة وبصلي أنك تحمي الناس تحمي الأرواح وتسدد كل احتياجاتهم وتحل البركة عليهم في اسم الرب يسوع المسيح آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر